العالم يواجه أزمة مياه ثلاثة في المئة فقط من مياه العالم عذبة صالحة للشرب تلثاها مخزن في أنهار أو جبال جليدية ما يتبقى قليل وغير كاف معظم المياه العذبة عشرون في المئة تحديداً هي مياه جوفية بسعة حوالي عشرة ملايين كيلومتر مكعب ثم الأمطار تعطينا نحو 119 ألف كيلومتر مكعب من المياه البحيرات تزود العالم ب91 ألف كيلومتر مكعب من المياه العذبة والأنهار ألفي كيلومتر مكعب مصادر أخرى من المياه العذبة هي مستجمعات المياه عبارة عن أحواض صرف طبيعية تجري فيها مياه الأمطار أو الينابيع المياه الصالحة للسهلاك التي تقع على سطح الأرض لا تشكل سوى واحد من ألف في المئة من مياه العالم العذبة البرازيل صاحبة أكبر ثروة مياه العذبة في العالم بأكثر من 8200 كيلومتر مكعب أي 12.5% من مياه العالم الصالحة للاستهلاك ومعظمها تأتي من الأمازون تليها روسيا بنحو 5000 كيلومتر مكعب بحيرة باكيال من أهم مصادر مياه روسيا العذبة تمتد لنحو 640 كيلومتراً بعمق يفوق كيلومتر ونصف كندا تحتل المرتبة الثالثة ب3300 كيلومتر مكعب عدد البحيرات في كندا يفوق عدد بحيرات بقية العالم لكن بين الاستحواذ على كميات هائلة من المياه العذبة وكمياتها المتوفرة لكل شخص في الدولة فرق شاسع البرازيل صاحبة أكبر مخزون تقع في المرتبة الثانية والعشرين من حيث كمية المياه المتوفرة لكل فرد بينما تحتل أيسلند المرتبة الأولى رغم أنها التاسعة والأربعين من حيث مخزون المياه العذبة